مشاهدين الكرام للحديث أكثر عن أداء السوق الصعودي ينضم إلينا عبر الهاتف محلل الأسواق المالية دكتور صعود المطير أهلا وسهلا فيك دكتور صعود نعم أهلا وسهلا فيك بداية كيف ترى أداء السوق في مستهل جلسة اليوم في المنطقة الخضراء برسول الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صباح الخير لك واللمشاهدين والمشاهدات السوق طبعا كما نلاحظ يعني بعد دخول صنديق مواشر MSCI أصبحت محفزات قليلة وبالتالي رجع السوق ليعتمد على أساسياته وأساسياته كما نعلم ضعيفة خلال نتائج النصف الأول أو بالأحرى نتائج الربع الثاني من هذا العام فأصبحت الآن أصبح هناك تصفيح بحدود يمكن ألف وخمسمائة نقطة السوق لا شك أنها احتاج إلى هذه الخفارات الكبيرة لأن نتائج السوق ما كانت جيدة الآن عندنا برضو أن نترقب الآن نتائج الربع الثاني نتائج البيتروكيميكال أيضا ربما أنها تكون متستمر ضغطها على السوق لكن عندنا بعض المؤشرات على مستوى الاقتصاد المحلي ربما أنها فعلا تحفز الدخول إلى السوق مرة أخرى حيث كما نلاحظ قطاع الإسمنت ومواد البلاد والتشييد هناك تحرك في هذه الشركات لأن البنية التحتية لكثير من مشاريع الرؤية عشرين ثلاثين بدأت أو قاربت على البداية وهذا لا شك أن يتطلب طلب كبير من أهل إسمنت وكذلك مشاريع كبيرة هذا ربما يكون محفز لفترة القادمة نعم دكتور سعود قيم التداول لازالت يعني تعتبر ضعيفة أو ليست كما في السابق هل هي مثلا تجهيز لمرحلة الطرح الأكبر عالميا وهو أرامكو؟ والله لا شك هذا يبدو أنه يؤثر على السوق بشكل أو بآخر رغم عدم تأكد الوقت المحدد لطرحها هل هو فعلا مع نهاية عام 2019 أو في عام 2020 ما ذات الأمور غير واضحة لكن نعم هناك بعض يعني من يرى سبب خفاظ السيولة لهذا السبب أتصورنا عندما يعلن عن طرح حرامكو أتوقع أنه سيكون في وقت طويل جدا فالمفروض أننا لا نستمع للإشاعات وإنما نستمع للأخبار التي تصدر من البصر فعلا البصر الأساسي وليس من الإشاعات الأخرى نعم دكتور سعود عن القطاعات القيادية وتحديدا قطاع المصارف والموجه تقريبا لدفة السوق دائما أو هو يعني الضاغط الأكبر سواء بالانخفاض أو بالارتفاع أمس كان بالكامل هو تراجع جماعي لجميع قطاع المصارف اليوم هو ارتفاع جماعي أيضا ما هي رؤيتك أو ما هي توقعاتك لجلسة اليوم لقطاع المصارف؟ هو طبعا أكيد السوق حقق مكاسب قبل التصحيح الأخير حوالي 15% ثم أسر البنوك فعلا صار عليها تصحيح كبير جدا وخفت مكاسبها ويعني الآن شبن عدمت تقريبا المكاسب اللي حققناها في عام 2019 نعم أسعار البنوك فعلا صار عليها يعني تصريف كثير مع أن نتائجها تصور أنها في الفترة القادمة ستستبر نتائج إيجابية حتى لو تم تخطيص تعريف سائدة من البنك الفدرالي الأمريكي إلا أن برضو الأرباح اللي سوف تتحققها توقع أنها متزنة ويمكن تكون جاذب للاستثمار فالبلوك توقع أنها ستواصل المسيرة مع هذا التصحيح البنوك ستعود مرة أخرى للمجاعة نعم أبرز المحفزات اليوم للمستثمر أو المتداول في سوق الأسهم السعودي والتي ينتظرها أيضا المؤشر وتؤثر أيضا على مزاج المؤشر برأيك حتى يستجل مستويات جديدة ما هي دكتور سعود؟ والله المحفزات على المستوى العالمي سلبية يعني لو جئنا للاقتصاد العالمي وجدنا أن هناك تشاؤم وأن الاقتصاد العالمي ربما يحقق بقود اقتصادي أو ربما انكماش فعلى المستوى العالمي وأتعرف تروك كما نعلم حقرة الخفاضة الكبيرة دائما عندما يكون هناك تخوف يكون توجه إلى الملاذ العام إلى الذهب نلاحظ أن سعر الذهب حقرت مكاسب كبيرة جدا فبالتالي ما في محفزات إلا على مستوى الاقتصاد المحلي لأن الحكومة ما زالت فعلا تنفذ برامج الرؤية الإنفاق الحكومي الذي تم في النصف الأول أقل من ما كان مخطط مما يعني أن الإنفاق الحكومي في النصف الثاني سيكون أكبر من الإنفاق في النصف الأول هذا سيحفز الكثير من المشاريع وربما نركز على المشاريع أو الشركات التي سوف يكون الطلب عليها محليا سوف ينتعش في الفترة القادمة وذكرت قبل ذلك قبل ذلك كعمت إلى انطباع الاسمنت أو شركات الاسمنت وشركات البناء والتشيئ نعم دكتور سعود بعض المحللين وبعض وسائل أو قنوات التواصل الاجتماعي ذكرت قبل شوية موضوع الإشاعات خاصة الإشاعات في الاستثمار هي موجودة المحللين لهم فترة لديهم توصية بالحذر من سوق الأسهم أو دخول سوق الأسهم الانتباه أيضا من سوق الأسهم في هذه الفترة ما رأيك في هذه التحذيرات؟ والله يمكن التحذيرات قبل أن يحقق هذه الانخفاضات الكبيرة قبل أن ينخفض حدودها بـ 500 نقطة لكن بعد انخفاضات هذه أصبح السوق نوعا ما غير مخيف وإن كان هناك ربما أن يكون هناك تصحيح بحدود إضافية حدود 300 نقطة 400 نقطة لكن مع ذلك ما توقع أنه مخوف بالشكل الذي ربما يعكسه بعض المحللين الفنيين الذي لديهم أسس مالية واقتصادية نعم هل هناك فرق هذا يعتبر إجابة تفتح يمكننا باب لسؤال آخر هل هناك فرق بين المحلل مثلا الفني والمحلل المالي والاقتصادي دكتور سعود وكيف يعرف المستثمر أن هذا المحلل هو مالي وهذا محلل اقتصادي وهذا محلل فني طبعا المحلل المالي والاقتصادي يسيرون في نفس الاتجاه ويجب المستثمر دائما يبني قراراتها على الفرص الاستثمارية بناء على الرؤية الاقتصادية والمحاسبية والمالية فبكل تأكيد أن الرؤية هذه تعكس فعلا أين توجه السوق لفترة القادمة الفرص ربحية الشركات هذه الأمور التي تؤثر على مسار السوق أما بقية ذلك التحليل الفني قد يخطر وقد يصيب لكن لا يعول عليك نعم شكرا لك المحلل المالي الدكتور صعود المطير شكرا لك أهلا وسهلا فيك